زيزو ريالت لك وبمن جديد يعني اي شي مفاجأة التحديث القادم ان شاء الله بكرة رح ينزل اتوقعوا بكرة خليص صح فممكن انه يكون بكرة رح ينزل فبكرة رح يكون في تحديث شوفوا سبحان الله الصدف كيف حلوة انا اليوم نزلت في حسابي الثاني مقطع عن السفر انه رحنا المحطة وكذا والناس كانت تسألني مفين جبت التذكرة وكيف جبتها والتحديث القادم في اوتار وود المحطة نفسها الدور الثاني وهي مفتوحة على فين؟ على البوليفار هاداك هل يفتحوا اللي هو محل الاسواق اللي هو شارع الاسواق فهذا هو التحديث القادم يعني شوفوا كيف الصدف جاد مع بعض طيب اذا ما انت مشترك في القناة مشترك في القناة خلينا نوصل مدري كامل مهم يلا خلينا نوصل طيب افتاروا تنزلوا مقطع يدوبهم انا على طول يلا بسرعة زيزو خلينا اعمل هذا المقطع فصويت المقطع هادا حتى ممكن ستة دقائق يدوب يعني مرة ممطول فالمقطع هنحن نحط لكم هو فانتم زي ما تم شايفين هذا هو المقطع حقي افتار وود اللي حطوا لنا هو شوفوا هذا الرجال قاعدين يمشوا يتمشوا والباص والله العظيم انا حلصت فأنا اليوم في المقطع حقي هناك سافرت وهنا افتار وود كمان نزلوا عن نفس العنوان حقي يا ورحلوا لا بكرة خلاص ما بنزل عائلة افتار وود بس هي لكم جزء تاني من السفر امزح امزح حاني سننشالله اشوف اممكن عائلة افتار وود ممكن هذا ولازم تعطيهم تذكره وشوفه وغيره وكمان حطوا شخصيات جديدة يعني فين المكان هذا رح يكون التحديث يا زيزو التحديث رح يكون دحيل رح اوريكم هو أوريكم بعد أن نتكلم وكلا وندردش مع بعض وأقول لكم إيش سالفت الباقات كمان اللي هو هنا راح تدخلوا هذا المكان وراح يكون هون التحديس هون التحديس هذا المكان اللي راح يكون التحديس فيه شايفين؟ اوه بينضغط هذا وصلا فيه التذكرة وفيه هذا المهم انه راح يكون هنا التحديس هذا من هذا المكان حيطلعنا على الأسواق ها يعني هم ممسورين وزي المول وهنا محل المحطة يعني هيفتحوا لنا الطابق الثاني في المحطة اللي هو هذا اللي هنا يعني بكرة خلاص نقدر نطلع من هنا تيك 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 وروح السوق يعني وانا مرة متحمسوا اكتبوا لنسبة حماسك وقول لي ما شاهوا المكتب حقي يروحوا يشوفوا انا سافرت مكة يعني لسه ما وصلنا يعني ردوبنا دخلنا المحطة وزي كده لسه ما وصلنا وبنروح المكة نعمل عمرة انا سويت مكتبع كده وسبحان الله يعني كنت كل التفاصيل اللي سويتها اليوم كمان هي رجاء تتكلم فيها فمرة متحمسين يا اواتار وورد ونزلونا التحديث بسرعة وانا احب اواتار وورد اكتر من كل شيء يعني ما ادري يكفي انو انتو جيتوني من افاتار وورد يعني علومة جديدة كمان انو افاتار وورد هذا التحديث مو هو التحديث القادم لا فيه تحديث كمان رح ينزلوه اللي هو التحديث القادم اللي هو ملابس جديدة اتوقع الموضة او شيء زي كده يعني هذا هو التحديث حقهم القادم فما ادري عنهم ايش تعدين ان يفكروا هما ودحين اخطوا لكم كمان المقطع برضو حقها ولا هما نزلوه علي شب حقه وروحوا وشوفوه المقطع اللي هما نزلوه اللي هو حقه ايش اسمه تحديث الموضة وزي كده فانا اتوقعت انه التحديث القادم رح يكون نفس هذا المكان بس هو لا حيكون موضة جديدة واسقاط مجموعة ملابس يعني جديدة رح يحطوا لنا في التحديث القادم فانتظروا التحديثات خلاص اوكي بقول لكم سالفة واحدة كل ما نزل المقطع تقول لي اعطيني الباقع تبيني باقع اعطيني باقع اعطيني باقع اعطيني باقع اعطيني باقع اضطلكم هنا المقطع حقها فتح والد عشان تتفرجوا عليه كمان وستسمعوني اعطيني باقع قبل سهدك اليوم كنت قلتين لها ما في ملني مسويها انا مسابقة حاليا يعني لما اصويها مسابقة خلاص فهي مرة تفشتني كل ما أنزل تنزل أربعة تعليقات حتى ما تكتب تعليق واحد يعني كل التعليقات إنه أعطين 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 بسرعة باقة المسبح باقة المسبح فقلت لأمر يا حبيبتي أنا ما نمساوي مسابقة حاليا أنا موقفة أصلا قلت لكم ما نمساوي مسابقة حاليا لأنه ما أعرف كيف تواصل معاكم وأعطيكم الهدايا وزي كده فخلاص أصلا طلعت الفكرة حين من رأس وبندفل هارجة المسابقة هاري والباقة هاري قامت حسب علي إذا قلت الرسالة بحطون لكم طبعا حتشوفوها تسبني والله لا يوفقك الله لا يبارك فيك خير أنت تبغي مني وكمان تسبيني ليش أنا أعجب لي نفس المشاكل وهذا الكلام اللي ما له داعي خلاص كنسل لأنه في كتير وأول لما فوزت ثلاثة بنات في بنت جاتني بعد كده قلتلي وإنا الفايزة كيف يعني أنت الفايزة وأنا فوزت ثلاثة بنات مدر وأربعة بنات دخلت في اليفس الإيميل اللي سويت تقول لي أنا فايزة وأنا ما أسامحك وأنا 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 وفيه كمان واحدة تانية مسكينة مرة كانت مسكينة يعني هذه أنا الصراحة حزنت عليها جد تقول لي يعني باحترام قلتلي والله أنا الفايزة وتصور لي واحدة تكلمني من هنا ولخبط صارت مرة كبيرة فخلاص ما عليش أنا أسفأ ما أقدر أفوز أحد ممكن أنا راح أتواصل كده يعني أنا على كيفي ما راح أقول هي ما هي مسابقة بس على كيفي كده الناس اللي أشوفهم إني أنا أعرفهم وأبغى أشوف يعني إنه ما عندهم ويبقوا ممكن أقول لهم يعني أنا أطلع لحساباتهم وكده أقول لهم أرسلي لي إيميل كوي شي وأنا أحاول لها مبلغ وهي تشتري وبس أما ما أفتح إيميل أنا ولا شي وخلاص وقفلوا لي هرجة المسابقات هذه والله ليش أتسبوا مدرمين يعني أنا بساعدهم ويجي يسبوا بس عشان قلت الله أنا ما إني مساوية مسابقة حالية لأني ما إني حارفة كيف أتواصل مع الناس يعني حتى الهدية اللي أنا برديهم هي ما عليك كيف أتديهم إيميل ما إني قادر أسوي كل ما أفتح إيميل يرجع يفتح لي نفس الإيميلات القديمة يدخلني على نفس اللعبة حكاتي القديمة أو اللعبة اللي فتحتها للناس مو نراضي سوي لي إيميل جديد فما إني عارفة إشها المشكلة هل من الجوالات اللي عندي والله إن ثلاثة جوالات حتى بجوال أمي استخدمت وسويت حسابي يعني برضو ما زبط معايا بس إمكان إشتريت جوال جديد إمكان أفكر أسوي حاجة عن جديد بس والله هذا هو مقطع إلي اليوم في نهاية المقطع لا تسألك واشتراك في القناة وتفعل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر